عموماً الحوار الوطني فيه لاءات وفيه مسموحات اللاءات تم التعبير عنها النهاردة بشكل مباشر من الأستاذ دياء زي ما بقول لحضراتكم لأنه النهاردة سواء على الجزء الأول اللي دار في الجلسة الافتتاحية النهاردة أو في المؤتمر الصحفي اللي كان لغاية من ساعتين من ساعة ونص تقريباً كنا بنتكلم تحديداً وفقاً للتابعناه وفقاً للأستاذ دياء رشوان اللاءات هي إيه؟ اللاءات هما فيه فئتين سي سيئتين مش هيشاركوا في الحوار دول في مقدمتهم بنص كلام لأستاذ دياء رشوان جماعة الإخوان اللي مارست العنف والإرهاب دي مش هتبقى موجودة الكلام تتقالي النهاردة بالنص كده صريح وواضح فأول جلسة من جلسات التحضير للحوار أو بدايته يعني وبالتالي دي بقتها النصوص المؤسسة هي الكلام الدستور بتاع الحوار الوطني زي ما تم إعلانه نهار أول حاجة دي اللقات اللي مرفوض واللي مش هيحصل إنه الإخوان هتدخل الحوار ده أو تشارك فيه بأي شكل من الأشكال اللي هو من قاتل أو من قاتل أو من حرد أو من دافع أو من سهم أو من شجع في أي عمل من أعمال العنف أو الإرهاب الفئة التانية اللي مش هتشارك فيه الحوار ده ودي فئة مش محددة باسم ولا بشخص ولا بجهة لكن هي الفئة اللي ما بتعترفش بدستور 2014 اللي مش معترف بدستور 2014 يبقى مش معترف بالكتالوج السياسي أو القواعد الأساسية اللي المجتمع ده اتفق عليها في 2014 زي قابلت في الدنيا وسمعها وحطاها وعينها وحددها بالتفصيل في دستور 2014 دول الفئتين اللي مش هيشاركوا في هذا الحوار اللافت إنه كمان الأستاذ يقرى شوان اتكلم فيه بقى عن المسموحات أو ما سيتم إيه اللي حيتم التعامل معاه خلال الحوار استخدم نصا لفظ قال عنان السماء إنه كل شيء مطروح للحوار والنقاش في الحوار الوطني النهاردة سمعنا كلمات مختلفة من الحاضرين في مجلس الأمناء في جلسته الأولى سمعنا من الأطياف المختلفة اللي كانت حضرة للجلسة الأولى وكلهم في الحقيقة كانوا بيتكلموا بشكل مشجع وإيجابي جدا عن بداية أول الأيام مش للحوار ولكن القواعد اللي حيمشي عليها الحوار ده والقواعد اللي حيتم ممارسة أو إجراء المناقشات من خلالها كلها أسماء بتتمتع بمصداقية على قدر عالي جدا جدا وكلها أسماء بتتمتع بنوع من القبول يعني الخصم السياسي الخصم السياسي ده يعني أنه أنت بتعيش معاه ما هواش عدو هو المنافس السياسي هو عنده فكرة وحضرتك أو حضرتك عندكم فكرة مختلفة والمقصود أنه هم الاتنين يقعدوا مع بعض بس هم الاتنين بيحترموا بعض جدا النهاردة كانوا كل اللي قاعدين في المجلس الأمناء كلهم مختلفين يعني هتلاقي فيهم اللي بيفكر لغاية دلوقتي ببسطها أنا ببسطها مش بصنف سياسية هتلاقي اللي بيفكر بشكل رأسمالي جدا هتلاقي اللي بيفكر بشكل اشتراكي جدا هتلاقي اللي شايف أنه الاقتصاد يمشي كده حتى اللي شايف لا الاختصاد يمشي للعكس حتى اللي شايف انه النظام السياسي محتاج تشجيعات جديدة او انه المجلس النواب عليه انه يطلع تعديلات على قوانين ممكن يكون مختلفين تماما لكن في الحقيقة انه كلهم النهاردة وفقا لللي خرج منهم كلهم خرج منهم اشارات مشجعة وايجابية واحترام للتنوع اللي موجود فيه مجلس امناء الحوار الوطني اللي شفناه النهاردة بين عقد المرة الاولى وزي ما قلت لكم هنتناقش في ده بالتفصيل سواء مع الدكتور مصطفى الفئي تاريخيا بالمناسبة عايزة اسأله يعني لانه استاذ ديار رشوان قال انه النهاردة ده وفق ديار رشوان وهو صديق عزيز برضه لكنه قال انه ده الحوار الوطني الاول اللي من سنة 52 اللي كل القوى السياسية والاطياف السياسية مشاركة فيه وموافقة عليه فانا هراجع بقى المعلومة التاريخية دي مع الدكتور مصطفى الفئي والحاضر هننقشوا مع النائب احمد شرقاوي والاستاذ الكاتب الصحفي والنائب برضه لك في مجلس الشيوخ عماد الدين حسين اشتركوا في القناة